اه ازايوك جماعة معلش بعتذر عن العطل الفني اللي حصل من شوية هو بس انا للاسف يعني ملحيتش جايز حاجة بس الحمدلله هو قدرت اجيب حاجة فيها كونيكت بلاس بتاع الترمي التاني اه بريميري 2 وهنتكلم النهاردة هنحاوي نشح القد من قدر اللي نقدر عليه من يونت 7 بتاعت البنهج بتاعه فى يونت 7 بتكلم عن انتو دا كونتري سايد خلينا كده اقوليكو ده كده بداية اليونت اليونت اسمها يونت 7 انتو دا كونتري سايد طيب المفروض ان الجوز الاولين ده هيبقى look listen and read يعني المفروض ان انا بخلي الولد يشوف وبعدين انا بتكلم وخليه هو يقرأ بعد ما يسمع يبدأ يقرأ اللي انا بقوله او اللي ازاير قدامه على الشاشة خلينا نكبر شوية كده عشان يدوني اتبعاتها اكتر دي نسبه لكم ايوه كده اعتقد احسن شوية ففى الاول خالص البنت بتقوله where are you هي بتقول يعني للجراند ماثر بتاعتها او جدتها بتقولها where are you grandmother where are you بتقولها انت فين where are you معناها انت فين يعني لما تؤسس لحد انت فين هتقوله where are you where are you بالشكل ده فهي قالت لها i'm in the park i'm in the park يعني انا في الحديقة it's beautiful it's beautiful يعني الحديقة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين فى الصورة كده grandma is sitting in the park يعني قاعدة فى الpark وبتقولها it's beautiful وبعدين برعت بقى توصف او تتكلم عن اللي هي شايفها توليه there is a rainbow in the sky there is a rainbow in the sky rainbow اللي هو الجز اللي انتوا شايفينه ده this is the rainbow اللي هو الجز اذا this is the rainbow so she says it's beautiful it's beautiful يعني جميلة there is a rainbow in the sky يعني السما فيها rainbow زي ما انتوا شايفين كده ok then the girl asks is there a bench in the park is there a bench what do you think of bench بانش اللي هو الكنبة او الكرسي اللي هي قعد علي ده اسمه بانش so the girl is asking is there a bench in the park and the grand mom or grandmother says yes there is يعني ايوه فيه بانش في البرك I'm on the bench now I'm on the bench now يعني انا قعد على البيانش دلوقتي يبقى اللي هي قعد علي ده اسمه بانش بالشكل ده طيب then the boy asks is there a river is there a river يعني هو فيه river river يعني نهر هو فيه river قدامك يا grandma she says no there isn't طبعا احنا ايه اللي ممكن نتعلمه what can we learn from this conversation the first thing if you want to ask someone about his place يعني عيس الحد هو موجود فين دلوقتي you can say where are you where are you زي من تشايفين كدفو where are you يعني هو انت فيه for example مثلا I'm asking mohammed I askal mohammed انت فيني mohammed how can I say it I should say where are you mohammed where are you mohammed then he will say I'm in the for example you can say he can say I'm in the park I'm in the school I'm in the museum whatever يعني في اي مكان انت موجود فيه okay and he says it's beautiful you can say or you can describe the place that you're in ممكن تكلم عن المكان اللي انت قاعد فيه it's beautiful يعني جميل ممكن تقول مثلا it's fantastic it's amazing كل الحاجات دي معناها برضو beautiful there is a rainbow hey now she's describing the place and she said there is يعني لو انت عايس تكلم عن الحاجات اللي موجودة في المكان اللي انت فيه ممكن تقول there is there is اللي انت شايفينها دي معناها there is there is there is a rainbow in the sky ممكن بقا تبدأ توصف تقول ايه there are لو انت تكلم عن الحاجات كتير you can say او ممكن تقول there are لو انت بتكلم عن plural او جمع يعني ممكن تقول مثلا there are clouds there are lots of birds in the sky يعني فيه تيور كتير في السماء بس هي هنا بتتكلم عن حاجة واحدة اللي هو rainbow so she says there is a rainbow in the sky there is a rainbow in the sky يعني فيه rainbow in the sky يعني في السحابة او في السماء يبقى دلوقتي لو انا عايس او او اوصف حاجات موجودة في مكان معين ممكن اقول there is لو بكلم عن حاجة واحدة يبقى there is لكن لو بكلم عن حاجة كتير يبقى ساعتها استخدم there are there are عشان بكلم عن plural طب لو عايز اسأل question بقى يعني مسلا عايز اسألها هو في ايه موجود في المكان اللي عندك ده مسلا فيه طيور طب طيور دي سنجلر ولا plural مفرد ولا جامع لو هي سنجلر هقول there is او لو هاسأل question اقول is there يبقى for example is there a bird in the park is there a bird in the park يعني هو فيه طائر في البارك في الحضير خلنتي فيها يا ماما او يا تتا لكن لو هاسأل عن حاجة كتير يبقى ساعتها استخدم there are في الquestion هتبقى are there are there any birds in the park هو فيه طيور في البارك بالشكل ده المفروض بقى في الجزء ده ان انا هنطأ الكلمة وهو يبدأ يشاور عليها ويقولها the first one is a flower a flower now he should point at the flower and he should say it يعني يكلم ويقول ورايا flower a grass a tree a river a plant a plant a plant وفيه حاجات تانية هنستخدمها وهي الcolors now we have the colors and the first one is green and the color or the green color is this one هو ده ال green اللي هو اللون الأخضر and we have also red this color is red 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 brown and yellow now in this exercise he should color these letters letters for example we have here lots of g's so he should color these g's with the green color and these r's with the r color or the red color sorry and we have here also g y whatever he should color them يعني يلونهم بنفس the color or the letter اللي مكتوب عليهم ومكتوب هنا b بقى لون brown هنا في الجزء ده وهنا or red وهنا y yellow وهنا g يعني green بالشكل ده في هنا بقى الجزء بتاع reading برضو هن يمفوض ان احنا هن نقرأ وبعد من اقرأ هنخلي الولد دي قرأ ويبدأ بقى يرسم هنا بناء نحنا نقرأ فلنفوض ندي song in the park there is a river in the park there is a river now he should draw a river in the park يعني يرسم river هنا في الجزء ده هو عرف ان river الصورة بتاع طواله فلما قاله river هو عرف ان river ده يعني نهر okay in the park there is a river plants and also there are plants plants يعني بتات grass اللي هو العشب and a tree and a tree يعني شجرة in the park there is a flower that I love to see يعني there is a flower البارك برضو فيه flower والفلاور دي beautiful so I love to see it يعني حاجش كلاحل وانا حب ان انا اشوفها in the grass there is an ant ant اللي هي النملة there is an ant in the flower there is a bee bee اللي هي اللي بتدين العسل اللي هي النحلة in the tree there is a bird bird like this one this is a bird a bird a bird a bird a bird فهي المفروض ان بعد ما هو هيقول هذه الحاجات سيبدأ نقول له عليها وهو يبدأ يرسمها في الجزء الابيض اللي انتو شايفينه ده طبعا في هنا المفروض ان هو هيغني الاغنية دي يعني دي مفروض ان هي صونج هنغنيها معاه بحيس ان هو يبقى سهر عليه ان هو يحفظها الولد في السن ده في بعد كده الجزء الخاص بالرائتنج المفروض ان انا اعمل ايه في الجزء ده المفروض ان انا هخليه يقرأ الاول الجزء ده وبعدين يجاوب يعني ده سؤال الكوستشن هو زمان انتو شايفين وبعدين الانسر تحت فالكوستشن الاولاني is there a boy on the grass look at the picture is there a boy on the grass هو فيه boy على الجراس دي يشوت ساي yes there is or no there isn't يعني الولد يكتب yes there is او يكتب no there isn't بالشكل ده طيب is there a boy on the grass وفيه boy على الجراس هنا يبقى ساعتها نقول ايه no there isn't he should write this is there a fish in the river is there a fish in the river هو الriver فيه fish او النهر ده فيه سمكة طبعا هو شايف انه فيه سمكة يشوت ساي yes there is الجزء اللي تحت is there a lemon on the tree is there a lemon lemon يعني لمونة is there a lemon on the tree yes there is or no there isn't he should write it is there a bee on the flower بي يعني نحلة is there a bee on the flower هو فيه نحلة على الفلاور دي yes there is or no there isn't he should write here ask and answer using new words يعني المفروض انه هو دلوقتي هيعمل conversation بعدها conversation time المفروض انه احنا نعمل محثة بنا وبين الولد او البنت بحيث انه احنا نخليه تضرب على ال speaking المحثة او التحدث فابدأ انه مثلا اوليره سورة زي دي وابدأ اتكلم معا is there a bird on the grass هو في برد على الغرس هنا is there a bird on the grass he should say yes there is or no there isn't is there a boy on the grass yes there is or no there isn't and you can also look at this picture you should say is there a fish in the river you should say yes there is or no there isn't is there a lemon on the tree he should answer yes there is or no there isn't بالشكل ده احنا نضربوا على ال four skills اللي هم اول حاجة reading وبعدين listening يعني listening الاول وبعدين reading وبعدين writing وبعدين speaking لازم يضرب على ال four skills دول في كل listen بس وده كان الجزء الاول من اليونت اتمنى كون استفدتوا انا عارف ان انا مش مجاهز حاجة سريعة يعني مش مجاهز حاجة مظبوطة قوي بس انا بحاول بخاطر امكاني ان انا يعني افيد باسرع وابسط شكل ممكن فانوافوض ان يبقى فيه تجيز اكتر من كده وفيه تحضير اكتر من كده علشان الدرس يقومونمق ومنسق ويقدر يوصلكو ويقدر يشحولكو بشكل افضل بس ان شاء الله يعني نخلص بس من الايام اللي احنا فيها دي وفي الاجهزة ان شاء الله هبدأ اعمل بقى فيديوهات بشكل احسن شوية وهتكون مفيدة ان شاء الله لكله استمنين فيديوهات كاية شكرا باي شكرا